السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين اليوم درس جديد خاص بكورس اسكادة المستوى الثاني في الحلقة الأولى كانت مقدمة بخصوص كورس اسكادة ومعرفة ما هو نظام اسكادة وكيفية استخدامه ومواقع استخدامه في الجانب الصناعي في هذا الدرس رح ناخذ أول تطبيق عن نظام اسكادة في البداية لازم نعمل الكونفوغريشن الخاص بنظام اسكادة في هذا الكورس رح نتعامل مع برنامج تيا بورتال الخاص بشركة سيمنز اصدار 16 أو فيرجن 16 حتى نطبق عليه جميع فيديوهات الخاصة بهذا الكورس طبعا رح نستخدم برنامج تيا بورتال من شركة سيمنز باعتبار هو أكثر برنامج انتشارا وغلب الشركات والمواقع الصناعية تستخدم ماركات سيمنز وبالإمكان أيضا ربطة مع ماركات ثانية مثلا شركة دلتا شركة اي بي بي بالإمكان أن تربط برنامج تيا بورتال مع هذه الماركات فبالبداية رح ندخل على برنامج تيا بورتال هذا هو الشكل البرنامج بعد ما نفتح البرنامج رح ينفتح البرنامج بهذا الشكل ننتظر إلى أن يكمل فتح البرنامج مثل ما تلاحظ هذه الواجهة الرئيسية عند فتح البرنامج في البداية رح نختار create a new project حتى ننشئ بروجيكت جديد فرح أضغط على create a new project في البداية أختار اسم البروجيكت فعلى سبيل المثال رح أكتب scada level 2 وأختار الباث اللي أريد أخزن فيه البروجيكت فرح أذهب إلى سطح المكتب على سطح المكتب أختار عملت فولدر باسم scada level 2 وأضغط على select folder وبعدها أضغط على create حاليا ننشئ البروجيكت ونضيف داخل البروجيكت المعلومات الخاصة بنظام scada وأيضا بالقاس بال plc اللي رح نستخدمه خلال هذا الكورس بعد أن نفتح هذه الواجهة أضغط على open the project view مثل ما تلاحظ حاليا انفتحت عندي الواجهة الرئيسية لبرنامج TI portal في البداية أضغط على add new device حتى أضيف البروجيكت اللي أريد أتعامل معها مثل ما ذكرنا في الحلقة الأولى أنه نظام scada هو الواجهة الأساسية للتحكم بمعنى أنت عندك لازم يكون عندك controller وأنت حاب تتحكم في هذا controller سواء تعطيه إشارة أو تأخذ منه إشارة فكل اللي عليك في البداية لازم أضيف الcontroller اللي أنت تريد تتعامل معه في هذا الكورس أو في قناتنا على اليوتيوب اتعلمنا العديد من PLC سواء PLC من شركة سيمنز S700 أو من شركات ثانية أو كورس PLC المستوى الثالث اتعلمنا S7-1200 فالS7-1200 هو الأكثر انتشاراً وكثير من المعامل تتعامل مع هذا النوع من PLC وبالإمكان أنه ناخذ أنواع ثانية بنفس الطريقة سأضغط على Add New Device بالبداية أختار الcontroller مثل ما نعرف S7-1200 S7-1500 لـ 30000 لـ 40000 كلها بنفس الطريقة فقط تختار CPU اللي عندك أو اللي موجود في الواقع الصناعي أو في المعمل أو المكان اللي أنت تعمل فيه فرح أتعامل مع S7-1200 من شركة سيمنز فأضغط عليه بعدها CPU أختار CPU اللي عندي فعلى سبيل المثال رح أختار الـ PLC اللي عندي على سبيل المثال CPU-1214 DC ديسير اللي هذا فيه أنواع حسب الـ Virgin أختار هذا آخر واحد هذا لازم يكون متوفر عندك وهذا serial number أو part number الخاص بالـ PLC بالإمكان أنه يكون نفس اللي عندك إذا كانت تتعامل مع PLC بشكل عملي هذا تعلمناه في كورس الـ PLC المستوى الثالث تعلمنا هذا الـ PLC وكيفية برمجته حاليا بحدود سبعين درس موجود على القناة خاص بكورس الـ PLC المستوى الثالث فأضغط على أوكي حتى نتعامل مع واجهة سكادة تتحكم في هذا النوع من الـ PLC إذا عندك PLC S7300 أو S7400 أو S7500 بنفس الطريقة تعملها بالبداية رح أضغط على أو قبل ما نعرف أو قبل ما نتطرق على هذا الموضوع لازم الـ PLC إلى IP Address الـ IP Address الخاص بالـ PLC اللي عندك فأضغط على هذا وضيف الـ IP Address اللي عندك فحاليا اللي عندي هو متوفر هو 1292-168-01 إذا عندك أنت مختلف بإمكان النوت غيره بعد ذلك رح أضيف النظام اللي يتيح لي أنه أتعامل مع نظام اسكادة فحتى أضيف هذا النظام بالبداية أضغط على Network View لاتظهر عندي هذه الواجهة رح تنفتح عندي أيضا هذه القائمة اللي موجودة على اليمين للسهولة أو بالإمكان أنه تضغط من خلال Add New Device بنفس الطريقة لكن رح أستخدم هذه الطريقة تكون أسهل حاليا هذا الـ PLC اللي ضفنا أضيف معه الواجهة أو الـ Item اللي يتيح لي أو يتيح لي أنه أتعامل مع نظام اسكادة كل اللي عليك أنك تضغط على HMI فإذا أنت تتعامل مع HMI أوكي بالإمكان أنه تختار الـ HMI اللي عندك حسب الـ اللي هو النوع وحسب الـ IP Address عفوا الـ Part Number أو serial number لكن حاليا أريد أتعامل مع نظام اسكادة يعني أنه الكمبيوتر هو رح يكون الواجهة الخاصة بالتحكم بحيث يتيح لي أو يوفر لي واجهات تفاعلية أتحكم فيها بالـ PLC أو أخذ قراءات من الـ PLC فكل اللي عليك أنك تضغط على PC Systems وبعدها وبعدها تضغط على Sematic HMI Application وبعدها أختار WinCC Runtime Advanced أسحابه بهذه الطريقة وأضيفه في هذا المكان رح ينضاف عندك حاليا هذا وهذا أصبح عندي الـ PLC اللي أريد أتحكم فيه حاليا لو نعرف أنه هذا فيه منفذ إذا ضغط double click فيه منفذ الـ Ethernet عندما أرجع هذا ما فيه منفذ Ethernet حتى أربطه مع الـ PLC هذا حاليا كأنه ما يمثل الكمبيوتر كأنه ما يمثل الكمبيوتر حاليا بعد أضيف لازم اللي هو منفذ الـ Ethernet حتى بالإمكان أنه أربطه بشكل الصحيح فكل اللي عليك أنك تضغط على PC System أيضا وبعدها تضغط على communication modules وبعدها تضغط على Proofy Net Ethernet بعدها تختار الـ IE General تسحبه و تضيفه في هذا المكان رح ينضاف عندك هذا كأنه ما أصبح الكمبيوتر اللي أنت رح تصمم عليه واجهة اسكادة وهذا هو الـ PLC فأسحب بهذه الطريقة من الـ Ethernet هذا إلى الـ Ethernet هذا باللون الأخضر بمعنى أنه Ethernet وهذا تعلمناه في كورس الـ PLC المستوى الثالث هاليا هذا أصبح الكمبيوتر وهذا أصبح الـ PLC هذا كل اللي عليك أنك تبرمج هذا أصبح واجهة اسكادة اللي رح تبرمج عليه واجهة اسكادة وهذا هو الـ PLC وتربط بين الكمبيوتر أو بين الـ PLC كابل اـ Ethernet أو P-N-I-E اللي هو Profinet Ethernet أوكي فكل اللي عليك أنك تحدد الـ IP Address دابل كليك لهذا مثل ما ذكرنا بهذه الطريقة أوكي وـ IP Address لهذه أيضا بهذه الطريقة اللي هو رح يكون الـ PORT اللي هو الـ Ethernet Address هذا أوكي فرح يكون 1-192-186-01 هذا من رح نربطه بشكل عملي رح نتعلم أو رح نعرف كل جزء ما هو الـ IP Address الخاص به بعد ما تكملنا كل هذه الإجراءات رح تلاحظ أنه في هذه القائمة اللي موجودة على اليمين رح نلاحظ مجموعة جديدة من الأمور هذا هو أول واحد لو تلاحظ لو تلاحظ قرب الصورة رح تلاحظ انضاف عندي الـ PLC هذا اللي تم اختياره هو بهذا الفولدر كل المعلومات الخاصة به في هذا الفولدر إذا تريد تبرمجه إذا تريد تعمل التاقات الخاصة فيه كلها في الـ PLC 1 بالنوع CPU CPU-1214C DC-DC Relay اللي تم اختياره في الفولدر اللي موجود أسفل هذا خاص بشاشة الـ HMI فرح نكتب الكود داخل الـ PLC ونحمل على الـ PLC وبعد ذلك نصمم واجهة اسكادة في هذا الفولدر لو نلاحظ في هذه الواجهة في عندي الـ HMI Runtime 1 إذا أفتحها راح تظهر عندي السكرين هذه السكرينات اللي راح نضبط الإعدادات الخاصة بالواجهة تسكادة بالبداية لازم نعمل الـ Connection هذا الـ Connection بين الـ PLC أو بين اللي هو الـ PC Station هذي أو الـ PC System فكل اللي عليك إنك تفتح الـ PC System 1 وبعدها الـ HMI Runtime وبعدها في خيار باسم الـ Connection هذي أضغط عليها راح تنفتح عندي هذه النافذة راح أضغط على راح أضغط على Add New double click راح تنفتح عندي بهذه الطريقة بالبداية راح أختار من خلال هذا راح أختار الـ 1100 7-1200 إنت إذا عندك مثلا PLC 1500 200 CMATIC 300 400 كلها بنفس الطريقة أو إذا عندك مثلا مثلا من شركة موديكون الأوميرون بالإمكان الأن برادلي بالإمكان أنه إذا كان من شركات تختلف بالإمكان نستخدم اللي هو البروتوكولات الصناعية ونربطها بشكل المطلوب وحاليا اللي متوفر هو 1200 فأختار 1200 أصبح حاليا هذا الـ PC Station وهذا عندك اللي هو PLC فمثل ما نلاحظ هذا الـ IP Address الخاص بكلها تمام ما فيها أي مشكلة بعد ما كملنا هذا الشي راح نطبق في الدرس القادم كيفية عمل السكرينات وكيفية عمل كود على الـ PLC ونتحكم فيه من خلال واجهة اسكادة هذا الدرس اليوم لازم نحفظ بعد ذلك حتى في الدرس القادم إن شاء الله نتعلم كيفية برمجته بالشكل الصحيح ونكتب كود على الـ PLC ونحاول نقرأ ونعمل أو read و write على الـ PLC حتى ناخذ إشارة أو نعطي إشارة إن شاء الله يكون هذا الدرس واضح للجميع حتى الفيديو ما يكون طويل إن شاء الله نلتقيه في الحلقات القادمة إذا عندك أي سؤال أو استفسار بالإمكان أن تكتب فيه التعليقات وإذا لحد الآن غير عمل لايك الرجاء عمل لايك وبالإمكان دعم القناة مادياً من خلال ميزة أو شكراً الموجودة أسفل هذا الفيديو أو من خلال الانتساب في القناة للحصول على ميزات إضافية إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذا الفيديو تقبلوا تعياتي وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر